أشهد سعادة الدكتور عبد الطيب بن راشد الزياني وزيره الخارجية بالنهج الدبلوماسي الحكيم لجلالة ملك البلاد المعظم وتحركات جلالته الفاعلة على مختلف الأصعد الإقليمية والدولية والتي عززت من مكانة مملكة البحرين كأنموذج رائد في ترسيخ التسامح والاعتدال والتعاون البناء والشراكة الوطيدة في تحقيق الأمن والسلام والرخاء والتنمية المستدامة وخدمة الإنسانية وأعرب سعادة الوزير لدى استقباله عددا من كتاب الرأي في الصحافة المحلية في لقاء مفتوح عن اعتزازه بالنتائج المثمرة للتحركات الدبلوماسية الأخيرة لجلالة الملك المعظم لدى زيارته ومباحثاته في قمة جدة للأمن والتنمية واللقاء التشاوري الأخوي في مدينة العالمين والقمة البحرينية الفرنسية في باريس وأكد سعادة وزير الخارجية أن مشاركات جلالة الملك المعظم في تلك اللقاءات تنطلق من النهج الدبلوماسي الحكيم لجلالته في توطيد أواصر التعاون والشراكة الوثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة وتأكيد حرص مملكة البحرين الدائم على إرساء دعام السلام والأمن والنماء والخير والنفع لجميع شعوب العالم بدعم ومتابعة من الحكومة برئاسة سموالي العهد رئيسي مجلس الوزراء واستعرض سعادة الدكتور عبدالطيف الراشد الزياني موقف مملكة البحرين الدعم للنمو الاقتصادي العالمي في تأكيد جلالة الملك المعظم دعم الجهود الرامية لاستقرار أسعار الطاقة العالمية وزيادة الاستثمارات لتوسعة الاستكشاف والتكرير وإدخال تقنيات جديدة وتشجيعها لمبادرات تصدير الحبوب وتأمين وصولها للأسواق العالمية تحقيقا للأمن الغذائي كما عرب سعادته عن اعتزاز وزارة الخارجية بالشراكة المستمرة مع الصحافة المحلية وتقديرها للدور الوطنية الذي تقوم به في نشر الوعي وتسليط الضوء على الجوانب المضيئة في مسيرة التنمية الشاملة في هذا العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم